تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة نعود إلى دراسة آيات المواريث ونكمل الإضاءات على زوايا جديدة منها فالآية تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والسؤال هنا لماذا قال للذكر ثم قال أنثيين ثم غير صيغة التعبير وقال فإن كنا نساء فما الفرق بين الإناث وبين النساء السبب في تغيير الصيغة هنا هو أن الآية تريد إخبارك بأن المولود ماء يولد حتى يصبح له نصيب في التركة أي إن توفي المتوفى فينظر إن كان هناك طفل في بطن أمه فهذا لم يولد بعد أما ما إن يولد فله حصة من التركة ولكن لا تدفع له الأموال إن كان عمره مثلا سنتان ثلاث سنوات لا يدفع له المال وإن كان المال أصبح باسمه باسم هذا المولود لكن يدفع له المال عندما يكبر لذلك عندما تكبر البنت تبلغ مبلغ النساء فتصبح إذن راشدة عندما تصبح راشدة عندئذ يدفع لها مالها إذن هو حقها مذ كانت طفلة مذ كانت مجرد أنثى لكن لا تستلم حقها إلا إن أصبحت من النساء أصبحت بالغة راشدة كذلك الآية الكريمة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلم يقل وإن كان ذكر لأنه لو مات وهو طفل فلا يرثه أحد من إخوته لأن وزن الإخوة أصلا في الآيات ضعيف فمثلا بوجود الأولاد لا يرث ولا أي أخ من الإخوة هم يريثون فقط عند انعدام وجود أولاد نهائيا ولكن بشرط أن يكون الأخ أيضا رجلا وليس مجرد ذكر أي ليس مجرد طفل ولهذا السبب أيضا تغير التعبير في الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك أي هنا لم يقل رجل لم يقل ذكر أي هو يقصد بغض النظر عن أنه كان طفلا أم بلغ مبلغ الرجال أو طفلة بلغت مبلغ النساء لا يهم ذلك مجرد أن يكون إنسان وليس له ورث إطلاقا سوى إخوته فإذا يريثونه إخوته بكل بساطة لذلك قال إن امرؤ ولا عجب في أن تميز الآيات بين الذي يريث وهو طفل بينه وبين الذي يريث وهو كبير فصورة النساء من بدايتها وهي تركز على اليتامة على الأطفال الذين توفي أبوهم وهم صغار لذلك بعد أن تبدأ السورة بمقدمة عامة عن الرجال والنساء ونحو ذلك فتقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهكذا فتنتقل الآية الثانية على الفور إلى موضوع اليتامة تحديدا لأنه أكثر موضوع أهمية في السورة كلها فيما يتعلق بالإرث كله اليتامة وهذا يؤيد أيضا ما ذهبنا إليه من أن الأولاد البنات إن كنا مثلا فوق اثنتين فلهما ثلثاء التركة وأنها تعطى لهم من البداية ثم يتقاسم الباقون بقية المال فلهم حصة كبيرة جدا فالتركيز أكثر شيء على الأولاد وأكثر شيء على الأولاد عندما يكونوا أطفالا لذلك من الطبيعي أن السورة كانت فيها الآية الثانية على الفور تتكلم عن اليتامة وآتوا اليتامة أموالهم ثم الآية الثالثة وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فأعطى حلولا لها علاقة بالزواج والإنفاق وإلى آخر حلول كثيرة لأن اليتامة في القرآن لهم مرتبة لا يصدقها عقل ثم انتقل في الآية الرابعة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ثم الآية التي تليها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة أي أنه وعلى الرغم من أن اليتامة والإنفاق عليهم أمر من أعظم الأمور في القرآن لكن ليس إلى حد أن يكون اليتيم سفيها يرمي الأموال كيفما اتفق وتعطوهم وتعطوهم وتكون عاطفيين من غير عقل لا يجب أن يكون في المقابل هناك تعقل لأن هذه الأموال جعلها الله لكم قيامة هي أساس حياتكم وقوام حياتكم وارزقوهم فيها لكن اعطوهم منها واكسوهم وعطيهم كسوة إذن طعام وكساء واكسوهم وهكذا فإذن هناك توازن ثم عاد إلى ذكر اليتامة صراحة في الآية التي تليها وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إذن ابتلوهم امتحنوهم انظروا إن كان هذا اليتيم بلغ مبلغ الراشدين أم أن عقله ما زال صغيرا ولا يؤتمن ولا يصح أن يدفع له ماله فإذن أول شرط أن يبلغ النكاح أن يصبحوا قادرين على الزواج إذن السن الذي تتوافر فيه شروط القابلية للزواج فإذا توفرت من بلوغ جنسي ونحوه فعندئذ ينظر أيضا هل هم راشدون أم لا فإذا اجتمع سن النكاح مع الرشد العقلي فعندئذ بعد هذين الشرطين يدفع إليهم أموالهم إذن هذا هو الفرق بين أن يكون للمولود حصة وبين أن يكون قادرا على التصرف في حصته على نحو كامل والأكثر من ذلك فالآية تحذرك من أن تأخذ حتى مرتبا لقاء وصايتك على هؤلاء الأيتام إلا إن كنت فقيرا عندئذ تأكل بالمعروف ماذا يعني بالمعروف؟ أي أنه يتفق على ذلك بما يسمح به العرف الاجتماعي أي عادة في مثل هذه الحالة كم يأخذ راتبا الفقير الذي هو وصي على يتاما كم يأخذ؟ يمكنك أن تحسبها بنفسك أو أن تستدعي بضعة رجال من الوجهاء ويتفقون على أن المرتب الذي مناسبك هو كذا ثم تعود الآية السابعة أيضا وتتكلم عن اليتاما ولكن اليتاما هذه المرة ليسوا أولاد المتوفى وإنما يتاما المهم أن يكونوا يتاما أيًا كانوا فانظر إلى عظيم اهتمام القرآن باليتاما وخاصة حصتهم من الميراث وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتاما والمساكين فارزقوهم منه إذن ليس فقط الذين ذكروا في آيات المواريث المشهورة التي ذكرناها في الحلقات السابقة وإنما أيضا هناك أناس تصرف عليهم من الميراث مع أنهم لم يذكروا صراحة فهنا ليس لهم مقدار محدد وإنما يعطون وفق الظروف ووفق ضميرك ووفق إيمانك ووفق ما يتفق عليه أيضا الوجهاء أو الذين تحب أن تستشيرهم وهكذا فهناك أصناف كثيرة ليست فقط الأصناف التي يحسبها عادة الذين يدرسون مسألة المواريث فالمساكين ذكرناها وأثبتنا من قبل أن معناها أولئك الذين لا يجدون حتى طعامهم إن وجدوا طعاما في الصباح ربما لا يجدون طعاما في المساء واليتامة واضحة وأولو القربة أولو القربة سنشرحها عندما نتكلم عن معاني القربة وأنواعهم فأولو القربة بما أنها سبقت بأولو وليس ذو مثلا وليس أقرباء وإلى آخره فهناك صياغ كثيرة فأولو دائما تأتي إلى الشيء الخفي المعنوي مثل أولو الألباب هل أنت ترى عقلك أو يرى الناس عقلك؟ هذه أمور لا ترى وإنما صاحبها يؤمن بها فأنت إن كنت ترى أن هناك من يقربك قرابة معنوية لا أحد يشخصها غيرك إن كنت ترى أو كان الناس بعد وفاتك يرون أن هذا كان من أولي القربة لأنك أنت كنت تراه أثناء حياتك من أولي قرباك أي مثلا صديقك أنت ترى مشتركات بينك وبينه مثلا فهكذا سنأتي على شرحها في حلقة متخصصة وليس فقط تعطيهم أيضا بعد أن تعطيهم من التركة تقول لهم قولا معروفا قولا لائقا بهم قولا لطيفا إلى آخره من الأقوال التي يحددها العرف الاجتماعي أي لا تجرح مشاعرهم اعطيهم وكرمهم أيضا بالكلام الطيب ثم تليها الآية التاسعة والتي تنص على أن المطلوب هو أن تكتب وصية ولا تعتمد على الميراث الإلهي الله يريدك أنت أن تكتب الوصية هذا هو الأصل لأن قانون الميراث الإلهي لن يعجب الجميع لن تستطيع العقول استيعاب حكمته هذا من ناحية ومن ناحية يريدك أنت أن تنضج وأن تتحمل مسئولية وتكتب وصية تنحاز فيها نحو الضعيف وخاصة من ذريتك إذن عدنا إلى الوصية التي شرحناها من قبل ثم يعود الكلام في الآية العاشرة عن اليتامة إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إذن كل هذا الاهتمام باليتامة وصغار السن كل هذا من الطبيعي بعده أن تأتي الآية الحادية عشر وتقول لك هناك ذكور وهناك نساء للذكر مثل حظ الأنثيين ثم تقول لك فإن كنا نساء فتميز بين الطفل وبين السن الذي يعطى فيه حقه بيده بعد أن كان هناك أناس أو صياء عليه في فترة طفولته ثم تأتي النقطة الثانية وهي لماذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل مثل نصيبي الأنثيين مثلا ما الفرق بين النصيب وبين الحظ الفرق الأول أن كلمة حظ لو لم تضف إلى شيء فهي ليست جزءا منه بينما نصيب فهي دائما جزء من شيء فالآيات تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فهنا حظ عظيم لم تضف إلى شيء لم تقل حظ قارون أو حظ التركة أو حظهم من كذا كذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أيضا لم تضف إلى أي شيء وكلمة مثل عندما تأتي في هذا السياق فهي تعني المقدار الدقيق تساعد على إتمام المعنى المراد فيما يتعلق بالمقدار الدقيق وليس حصة إجمالية وذلك من مثل الآية وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا إذن يحسب كم أنفق ألف دينار يعطى ألف دينار إذن مثل تعطي الدقة لذلك لم تأتي مع النصيب إطلاقا لأن النصيب هو مقدار غير دقيق أي بالعكس تماما مما فهمه البعض والنصيب من معانيه أنه يكون نتيجة عملك وثمرة عملك أولئك لهم نصيب مما كسبوا والكسب أثبتنا من قبل أنه العمل المتعمد وليس أن تقوم بشيء عن غير قصد عملك المتعمد مع صبق إصرار وترصد كما يقال عملك المتعمد خيرا أم شرا في كل الأحوال لك نصيب منه أي سيؤثر عليك وأنت مثلا تريد شرا بالناس سينزل الشر بك تريد خيرا بالناس سيحل الخير بك لكن هذا لا يعني أنك مثلا اليوم تبرعت بألف دولار لفقراء سيأتيك غدا ألف دولار تماما هذا ليس معقول فليس هكذا يكون التعامل بين العبد وربه ربما يعطيك أكثر ربما يعطيك أقل ويبقي البقية لحسابات أخرى وأيام أخرى وهكذا فلا يمكن لذلك أتت نصيب نصيب ليس فيها دقة وإنما مكافأة إجمالية لذلك أيضا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها إذن المبدأ ذاته إن حفرت حفرة لأخيك لربما تقع بها وهكذا من هذه المعاني لأن كلمة كفل هنا يكون له كفل منها هي في اللغة من التضمن للشيء أي شموله أي لو شفعت شفاعة حسنة فستشملك نتائج هذه الشفاعة أيضا ولذلك كفالة زكارية لمريم أي أنه ضمها إلى جناحه أو شملها برعايته ومن نحو ذلك ومن هنا تعلم لماذا اختار مثل حظي الأنثيين لأنه يتكلم عن مقدار دقيق جدا سهماني للذكر مقابل سهم للأنثى أما من العجائب التي تورط بها الذين درسوا آيات المواريث فمن أين أتوا بفكرة أنه على سبيل المثال إن كان للمتوفى ولد ومتوفى أيضا فيرث على الرغم من أنه متوفى لماذا؟ لكي يورثوا مثلا حفيدة المتوفى الأول أي يورثوا ابن المتوفى أي هناك شخص توفي وابنه متوفى قبله فيورثون هذا الولد الذي توفي من زمن بعيد لماذا؟ لكي يورثوا من خلاله حفيدة المتوفى اليوم أو يورثون أباه مع أنه متوفى أيضا لكن لكي يورثوا جده مثلا وهكذا فهذا أمر عجيب جدا لم تذكر الآيات عنه شيئا إطلاقا فلا أدري هذا الاختراع من أين أتى وإنما الآيات قالت عكس ذلك قالت له ولد له ولد فحرف اللام في له حرف اللام أثبتنا كثيرا سابقا أنه يكون للعلاقة غير المباشرة وكذلك هو يتعلق بما هو موجود وليس بما فني وذهب فعلى سبيل المثال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فإذا حجة هذا الأخ القوية أن له هذا حرف اللام له أي أن نعاج أخيه التسع وتسعون موجودة الآن وليست ميتة فبما أنها موجودة الآن فكان من المعيب أن يطلب كفالة نعجة أخيه وهو له نعجة واحدة فلو كانت نعاج أخيه التسع وتسعون قد ماتت وفنيت فلم يعد منتفعا منها فعندئذ لن يكون الاعتراض منطقيا لماذا تعترض عليه أنت لديك نعجة كاملة وهو ليس لديه شيء فكلمة له هذه تأتي مع الشيء الموجود حاليا وليس مع الأموات وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما لماذا قال لهما؟ لأن الكنز موجود فعلا لكنه مخبأ ما إن يحفراء الأرض فسيجداني كنزهما لكن هما صغار فالأفضل أن ينتظراء حتى يكبراه فبما أن الكنز موجود ومن الممكن الانتفاع به لذلك قال كنز لهما أما أبوهما فقد توفي لذلك هما يتيمين لذلك لم يقل وكان لهما أب صالح وإنما قال وكان أبوهما صالحا والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ونحن ضربنا عشرات الآيات كأمثلة حول ما هو لله والفرق بينها وبين تعابير أخرى فلله ميراث السماوات ونحو ذلك فتصور أن ينسب الله لنفسه ما هو ميت وفان ولا ينتفع منه لذلك جاء حرف اللام هذا في نهاية الآية الأولى من آيات المواريث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فذكرت حرف اللام هنا لكم نفعا لأن لكم تأتي مع النفع اللام تأتي مع ما فيه منفع وليس ميت فذكرت حرف اللام هنا ليصبح المعنى أنه وبما أنك لا تعلم من الذي كان أكثر نفعا للمتوفى في حال حياته بما أنه لم يكتب وصيته ولم ينحاز فيها لمن كان ضعيفا أو لمن كان محسنا له أكثر لأن من كان ضعيفا هذا أمر ضروري أن تنحاز نحوه في الوصية وكذلك من أزدى لك معروفا من كان يحسن إليك من كان يبرك أكثر فهذا أيضا يمكنك أن تنحاز نحوه كي ترد له معروفه تجاهك فبما أنك لم تجد وصية للمتوفى فلجأت إلى قانون المواريث قانون المواريث الآية الأولى فيه ختمت بهذه العبارة أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لأنه يتحدث مع المجمل مع المجتمع إجمالا فبما أنك لم تعلم من هو الذي كان أكثر نفعا للمتوفى فبالتالي أنت لجأت إلى قانون المواريث أما لو أن المتوفى لم يكتب وصية وأنت تعلم ومتأكد أنت مثلا من الوجهاء الذين سيحلون الخلاف في توزيع التركة بعد الوفاة مثلا فأنت تعلم وثبت لك وثبت للحاضرين من أن فلانا كان أكثر نفعا للمتوفى من غيره وكان هذا الشخص الذي هو أكثر نفعا كان ليس ولده وليس أباه ليس من أبويه وليس من أولاده فإذا نأتي عندئذ للآية التالية التي تكلمت عن حصة الزوج والزوجة والإخوة فهنا قال تلك حدود الله لم يقل فريضة من الله كما قال في الآية التي قبلها لذلك تجد أن في التقسيم والتوزيع في الآية التي ذكر فيها الزوجان أو الإخوة هناك بواقي هناك يتبقى مقدار من المال لا نعلم من هو صاحبه فعندئذ تضع هذا المتبقى في مواضع عديدة نصحك بها القرآن ومنها أن تكون عالما بمن كان أكثر نفعا للمتوفى فتقططع له من هذه البواقي التي بقيت من التقسيم إذن الموضوع ما زال طويلا وواسعا ولكن نحن في كل حلقة نركز على جانب منه حتى تكتمل اللوحة أمامكم لذلك نترككم إلى حلقة قادمة والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة